التونسيون ينتخبون برلمانهم ومراكز الاقتراع بالمناطق الحدودية تستقبل الناخبين انطلاقاً من هذه الساعة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعقد أولى نقاطها الإعلامية وتقدم معطيات حول سير العملية الانتخابية والمجتمع المدني في تونس الجديد قوة تأثير واقتراح في المشهد السياسي ومراقبة متواصلة لعمال مجلس نواب الشعب أسعد الله صباحكم مشاهدين وإهلا بكم إلى هذا الموعد الإخبارية بدأ تونسيون في توافد على مراكز الاقتراع في مختلف نقاط الجمهورية الموزعة على 27 دائرة انتخابية لانتخاب أعضاء جدد يمثلونهم في البرلمان القادم فمنذ الساعة الثامنة صباحاً فتحت مكاتب الاقتراع التي تجاوزت 14 ألف مكتب فتحت أبوابها أمام الناخبين للتصويت في هذه الانتخابات التشريعية التي تتنافس فيها أكثر من 1500 قائمة في مجمل الدواء الانتخابية باستثناء 254 مركز اقتراع موزعة لخمس ولايات وهي القصرين وقفصة وجندوبة والسيديبوزيد والكاف التي ستفتح أبوابها بتوقيت استثنائي على الساعة العاشرة صباحاً على أن تغلق في تمام الرابعة مساء منذ ساعات الصباح الأولى توجه الناخبون إلى مراكز الاقتراع لاختيار من سيمثلهم في البرلمان الجديد هنا بمركز الاقتراع التابع للدائرة الانتخابية تونس أثنين ناخبون يتطلعون إلى الأفضل مجلس نواب الشعب هو معنى تواجب على كل مواطن يحب البلاد تصدهر اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وعلى جميع المستويات نتمنى المشاكل عنها ياسر نتمنى أنها تتحل وما تتحل إلا بالتصويت وبالديمقراطية ننتظر إن شاء الله البلاد تتصلحوا وتمشي على طريق صحيح ذكري ننتظر نتمنيه إن شاء الله اليوم اعتبار هام جداً اليوم ها 6 أكتوبر بش يدخل في تاريخ تونس ونمروا إن شاء الله لمرحلة نهائية معاجها انتقالية في كل شي قاعد تحذير والإستعداد للاستحقاق الانتخابي هذا وافتح مركز الاقتراع في التوقيت في الساعة الثامنة بالضبط كما يلزم وسير عادي جداً والعملية تتم بكل سلاسة وبكل هدوء العملية الانتخابية تتم بحضور المراقبين والملاحظين لمعاينة الإخلالات وتجاوزات الممكنة هي لأول مرة الاتحاد يشارك في الملاحظة للانتخابات والعدد كان في حدود الـ 8 ألف أكثر من الرئاسية الولانية كما تشوف من باب المسؤولية والحرص على نجاح المرحلة هذه والخطوة هذه الانتخابية الاتحاد يشارك بالملاحظين انتعوا وإن شاء الله تكون العملية نجحة وكاوز أمال وتطلعات يعلقها الناخبون على المجلس النياب الجديد من أجل تحقيق إصلاحات كبرى ولمزيد من التفاصيل حول سير العملية الانتخابية تنظم معنا مباشرة من المركز الإعلامي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقصر المؤتمرات بالعاصمة موفدة الأخبار إيمان بن عمر أهلا بك إيمان لو تعطينا فكرة عن بعض المعطيات التي قدمت في أول نقطة صحفية عقدتها اليوم هيئة الانتخابات مرحبا يسرى نحن الآن في المركز الإعلامي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حيث انعقدت منذ قليل ندوة صحفية للهيئة وقد تم التأكيد خلالها أن جل مراكز الاقتراع قد فتحت في التوقيت المحدد لها وكانت بطريقة سلسة وطريقة عادية كما أن الهيئة لم تقدم نسبة الإقبال على مراكز الاقتراع لا في الداخل ولا في الخارج وأكدت أن هناك بوادر مبشرة وأكدت كذلك أنها ستعلن نسبة الإقبال على مراكز الاقتراع في الداخل والخارج خلال ندوة صحفية وذلك على ساعة منتصف النهار وثلاثين دقيقة كما تم تقديم معطيات أخرى هامة ومعطيات عامة عن القائمات المترشحة منها الحزبية ومنها الاقتلافية ومنها المستقلة وهي هذه القائمات 1506 موزعة على 33 دائرة فما 1341 بالداخل و165 بالخارج يسر هذا ما لدينا نوافقكم بالجديد لحظة بلحظة في نشارتنا اللاحقة من بن عمر مفادة الأخبار إلى قصر المؤتمرات بالعاصمة شكرا جزيلا على كل هذه المعطيات ومعنا مباشرة من دائرة نابل 2 مفادة الأخبار حنان الجسمي أهلا بك حنان إذن ما الجديد عندك نعم أهلا بك يسر نحن الآن ومنذ ثامنة صباحا فتح مركز الاقتراع بالمدرسة الابتدائية التركي بمعتمدية جرونباليا التابع للدائرة الانتخابية نابل 2 فتح أبوابه لـ 1916 الناخب موزعين على أربعة مكاتب اقتراع للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات التشريعية والتي بموجبها سيتشكل المشهد النيابي الجديد والثاني في تاريخ تونس منذ الثورة بعد تجربة المجلس الوطني التأسيسي ويؤمن هذه العملية الانتخابية عناصر من الأمن والجيش الوطنيين مع حضور مهم لملاحظي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المشاركة إلى حدود الساعة العاشرة صباحاً كانت بنسبة 8.8% مشاركة عدد الذكور كانت 128 والإناث 41 إذن المشاركة كانت نسبياً ضعيفة نعم حنان الجسمي موفدة الأخبار إلى دائرة الانتخابية نابل 2 شكراً جزيلاً على تدخلك معنا ونتحول الآن إلى سليانة أين يوجد موفد الأخبار أيمن الرابعي أهلاً بك أيمن كيف تبدو الأجواء الآن؟ أهلاً بك الآن نحن الآن بمدرسة حي الصلاح بسليانة حيث يوجد هنا 3218 شخص مسجلون إلى حد الآن حسب مدير مكتب الاقتراع لم ينتخب إلا 140 شخص أغلبيتهم من الكهول بالنسبة عامة في سليانة هناك 137 ألف مسجل في ولاية سليانة ككل مقسمون على مراكز اقتراع 192 و331 مكتب وهناك في سليانة تتنافس 52 قائمة على 6 مقاعد إلى حد الآن العملية تسير بسلاسة لا يوجد هناك أي افترابات كل الظروف ملائمة للإقتراع لكن نسبة الإقبال ما زالت غير المأمول بها ربعي موفد الأخبار إلى سليانة شكرا جزيلا على كل هذه المعطيات وتنظم مع إلينا مباشرة من المنستير مرسلتنا أسماء البراق أهلا بك أسماء كيف هي الأجواء الآن إذن سنتواصل مع أسماء وسنعيد الاتصال بمرسلتنا من المنستير أسماء البراق إذن مجلس ونواب الشعب كما يريده المواطن التونسي كاميرا الأخبار رصدت لكم انتظاراته في هذا الروبرتاش مجلس النواب الجديد يجب أن يكونوا ناس منضبطين نحن نخدم على بلادنا كيف نحن نخدم خدل ونخدم حر نخدم بشوياتين يخدم بضمير ونس كلي يتخدم بلادها بالحقيقة قالها ومضى باحثا عن لقمة عيش كريمة فهو مجلس نواب الشعب كما يريده أن يكون نواب ملتزمون منضبطون أولويتهم حب الوطن وخدمة المواطني حيث ما كان نحب مجلس نواب كل السعب ويخدم بالجديد ويخدم على قاعدة السيحة وبصراحة المهم يكون تحت رد شعبك نحي وكل عريك זהitta وكسبين نحب مجلس قوانين معانتها في صالح المواطنة ماش صالح مهما نحي ونابلغيز يوناليزم يعنيها الجهويات إن شاء الله في خير ونعمة يبدأ ويرفق بنا أحب صدق أحب فيه نسبة كبيرة من الوطنيات النواب نحيوك السياحة الحزبية يسادقوا على قوانين الفياد الشعب قوانين تكون التعرض السياحة قبل للشعب يشوفها قبل ما يسادقوا عليها مجلس النواب هو النواب يكون نواب الشعب يخدم مصلحة الشعب سيبون هكا سيبون عندي أنا مثال من نجموشي من المرة الأولى مجلس مثالي ينقتوا شوية من شهر يوم ويدخلوا مع الشعب ويشوفوا قاعد الشعب الزوالي وفي المناطق الداخلية اشقا دعاني تصور تصحبه رسائل مباشرة للنواب القادمين كلهم اخدموا على روحكم نففوا البلاد ومشاء الله ربي معكم تحاول لهم ماكسي ما متحاول تخدمهم انتي دي جا تطالع بيش تخدمها مش تطالع بيش تخدم مسالحك الشخصية صورة مغايرة لمجلس نواب الشعب قد تبدو مثالية وقد تبدو عادية ممكنة في انتظار ما ستقول إليه نتائج السادس من أكتوبر الجاري نعود إلى المنسير حيث تنظم إلينا مرسلتنا من هناك أسمى البراق إذن نهلا بك يا أسمى كيف هي الأجواء الآن صباح النور إذن اليوم المنسير كباقي الجهات تعيش على وقع الانتخابات التشريعية اليوم ينتظر أن يأم مراكز الاقتراع 321 ألف من المسجلين لانتخابات التشريعية بدائرة المنسير لاختيار 9 نواب جدد من بين أعضاء 50 قائمة حزبية وإتلافية ومستقلة نحن الآن في مركز الاقتراع بغر التجواء وهو أكبر المراكز من بين 133 مركز اقتراع ينتظر أن يأم هذا المركز 6742 ناخب مثل ما تشاهدون في الخلفية ورأي يعني في بداية الأمر كان الإقبال ضعيف لكن الآن بدأ توافد الناخبين كذلك ما لاحظنا هنا وجود المراقبين من الاتحاد الأوروبي من جمعية أنا يقض كذلك من من اتحاد شغل يعني العملية عملية الاقتراع تمر بطريقة سليسة كذلك تواجد أمني وعسكري لتأمين هذه العملية الانتخابية الأخبار من المنسير شكرا جزيلا على تدخلك معنا تمكن المجتمع المدني وعقب الرابع عشر من جنفيا 11 والفين إلى التحول إلى مكون قادر على التأثير في المشهد السياسي وذلك من خلال تقديمه جملة من المقترحات إضافة إلى متابعته ومراقبته لنشاط مجلس نواب الشعب تميزت الفترة التي عقبت الرابع عشر من جنفيا 2011 بتنامية عدد الجمعيات والمنظمات المكونة للمجتمع المدني ليبلغ عددها 22 ألف جمعية ذاك ما منحها حيزا أكبر للمساهمة في المشهد السياسي عموما وفي علاقة بالمؤسسة التشريعية عملت مختلف مكونات المجتمع المدني على التموقع في البرلمان ما معنى هذه الديمقراطية التشاركية؟ أي تشريك أكثر عدد ممكن من المواطنين في اتخاذ القرار ومنهمهم الجمعيات المجتمع المدني التي تكون فعلة في المسار الانتقال الديمقراطي في تونس بالنسبة لنا كعتيد هي قوة ضغط وكيف معنى هذه الضغطة تمشي المجلس نواب الشعب عن خلية تمشي المجلس نواب الشعب وتحضر الجلسات خاصة المهتمة بالشأن اللي احنا نهتمو به مثلا بالنسبة للبلاديات في مثلا وقت اللي صدرت بجلس الجماعات المحلية تمكن المجتمع المدني من بينها معتيد في الضغط على الإيجاب لو لا عيون المجتمع المدني لما وصلنا للمستوى هذا اللي الناس الكل تحسد فيهن عليه المجتمع المدني من اللي حتى نقول واحنا أنفو في اللعبة الديمقراطية تحسنت برشة أمور الانتخابات تحسنت العيون كثرت تخلي معنا الاتحاد العام تنسوا للشغل بخمسة لاف تقريبا عون مش دي ما يسمعون على محالة ولكن الدور الأساسي اللي شفناه للمجتمع المدني في البرلمان دور أساسي وجوهري خاصة في غياب الإمكانيات اللازمة المادية والبشرية للنائب باش يطلع على الموضوع كامل باش يتقابل مع خبراء باش يعرف المشاكل الآنية مثلا ماش كان الانتخابات في البرلمان بالطبيعة فم مواضيع الكل مجتمع المدني يخدم في خدمة كبيرة المجتمع المدني في تونس اختار أن يكون عنصرا فاعلا في المشهد السياسي فبدأ قوة اقتراح وضغط على نوابي مجلس الشعب كذلك المجتمع المدني هو مركز لإقتراح وقوة اقتراح تعرف نحن بالنسبة للعتيت كنا قد قدمنا مثلا مقترحة فيما خص القانون الانتخابي في 2013 كنا كذلك قدمنا فيما خص الهيئة العلية المستقل الانتخابات في 2012 قدمنا كذلك مشروع في 2016 فيما خص مجالة جماعات المحلية وما زالت المقترحة متقدمة فيما يخص تنقيحات كان يلزم ان شاء الله بعد ما توفل في 2019 قدموا مشروع كامل فيه تنقيح للقانون الانتخابي بعد تقييمه قوانين عدة أسهم المجتمع المدني في بلورتها وذلك على غرار قانون التمييز العنصري وقانون مكافحة العنف ضد المرأة والقانون المتعلق بالبناءات الآيلة للسقوط وغيرها من القوانين ومن قبل لي معنا مرسلة الأخبار عيدة بوغرة أهلا بك عيدة كيف تبدو الأجوال نعم تحية لك يسر من ولاية كبلي بتحديد من كبلي المدينة ننقل سير العملية الانتخابية بهذه الربوع وبالتحديد المركز الانتخابي شارع الجمهورية هذا المركز هو أكبر مركز انتخابي تقريبا مسجل به قرابة ثلاثة ألاف ناخب وناخبة رصدنا سير أو انتلاق عملية انتخابية في ظروف طيبة في هذا المركز وبقيه تألى المركز بولاية كبلي هذا المركز به ستة مكاتب اقتراع نلاحظ ونرصد تواصل تواصل توافد المواطنين للقيام بواجبهم الانتخابي في هذا الاستحقاق الوطني حسب ما أفدت به الهيئة الفرعية الانتخابات لحد الآن لم تسجل أي خروقات لم تسجل أي التجاوزات خلال سير هذه العملية في ساعتها الأولى عيدة بوغرامو فد أو مرسلة الأخبار رامنك بلي شكرا جزيلا على تدخلك معنا والآن نذكركم مشاهدين بعنوين نشاتنا التونسيون ينتخبون برلمانهم ومركز الاقتراع بالمناطق الحدودية تستقبل الناخبين انتلاقا من هذه الساعة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعقد أولى نقاطها الإعلامية وتقدم معطيات حول سير العملية الانتخابية والمجتمع المدني في تونس الجديد قوة تأثير واقتراح في المشهد السياسي ومراقبة متواصلة لأعمال مجلس نواب الشعب وقبل أن نودعكم مشاهدين نعلمكم أننا في مواكبة مستمرة لتغطية هذا الحدث الانتخابي التشريعي نلتقي في موعد إخباري لاحقا إلى اللقاء اشتركوا في القناة